أعلنت لجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكابدية بوزارة الصحة عن تعاقدها مع شركة أمريكية لتوريد 90 ألف عوة من عقار كيرو كيورو ييفو أحدث أدوية الجيل الثاني لعلاج فيروسي لعلاج نحو 30 ألف مريض وأكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكابدية أنه سيتم عقده مؤتمرا صعفيا غدا بحضور السفير الأمريكي بالقاهرة ووزاري الصحة والاستثمار لإطلاق العلاج بالعقار الجديد بمراكز الكابد على مستوى الجمهورية وأوضح دوس أن نسب الشفاء بالعقار الجديد تصل إلى 100% كما أنه سيحل كافة المشاكل المرضية لعلاج التشمع الكبدي